وأكمل الريال مدريد الإسباني أضلع المربع الذهبي لنصف نهائي دور أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه إيابا على مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب بركلة الترجيح بأربعة أهداف مقابلة ثلاثة بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل وذلك مسام سيبي مانشستر وكان الريال مدريد الصباق للتسجيل عبر البرازيلي رودريكو في الدقيقة الثانية عشرة فيما أدرك البلجيكي كيفين دي بروين التعادل في الدقيقة السادسة والسبعين وهي النتيجة التي آلت إليها مباراة الذهب في مدريد بثلاثة أهداف لمثلها ويلتقي الريال مدريد في الدور المقبل مع بايرين ميونخ المتأهل بفوزي على أرسون الإنجليزي بهدف نظيف إيابا في ميونخ بعدما تعادل ذهبا في لندن